بنروح عبدالله للدكتورة عايشة مصبح المعمل الاستشاري طب طواري وعناية مركزة ورح ندردش معها أكثر ونبارك لها أيضاً كذلك بهذا اليوم دكتورة نصبح عليك بالخير صباح النور أهلا وسهلا وكل عام والمرأة الإماراتية بالخير يا تشالله دكتورة دكتورة لو تخبريننا اليوم عن تجربة تج أنا كطبيبة طوارئ اليوم نحن هنا في إكسبو في إكسبو في جناح المرأة اليوم نحتفل بيوم المرأة الإماراتية ويوم العمل الإنساني اللي كان الأسبوع الماضي أنا كطبيبة طوارئ السبب دخولي طب الطوارئ كان الرغبة إني أكون طبيبة في أي مكان في أي وقت فأحداث 190 يمكن عطتني هالفكرة كنت في الصف السادس الابتدائي فهذا لطلبة المدارس اللي بدأوا الأسبوع هذا مو أبداً تقول لا أنا بعدني صغير ما بفكر شي بصغير في المستقبل لا خل دايماً عندك حلم فأنا كان دايماً حلمي أبقى أكون طبيبة في الصف الأول ربي وفق دخلت الطب الحمد لله ربي وفق أخذ طب الطوارئ اللي مناسب جداً لأنك أنت تفهم في كل التخصصات بالتالي يودونك أي مكان أنت قادر أنك تخدم فربي أكرمني الحمد لله في 2015 لما صارت الأحداث اللي صارت لجنودنا كنت أقدر أقول أنا جاهزة واللي تحتاجونه أنا بقدم والحمد لله كان لي دور بسيط مع كل اللي ساهموا ذي كل مرة في الأحداث اللي صارت جميل دكتورة لو تخبريني عن دور الإعلام في نشر قيام العطاء الإعلام دوره محوري أول شيء أنه إحنا نطمن الأهالي أنت يوم ولدكم أو بنتكم بيستجيب لنداء معين لإغاثة الناس فهذا في النهاية وحده واجب علينا ودورنا ثاني شيء كلنا نتعلم أنه لما نروح ونلبي نداء الواجب كيف نحمي نفسنا نحمي زملائنا معانا وكيف نخدم ونمثل الدولة نمثل الإمارات بشكل مشرف شيء الثاني أن نوعي الناس بوين الإمارات تخدم الإمارات ما شاء الله أياديها بيضاء من زمان فإحنا لنا في كل مكان تبارك الرحمن لنا يعني مساهمات بالتالي حلو نحن نعلم الناس في الإمارات إحنا وين قاعدين نشتغل عيالنا وين يسيرون شو دورهم وشو الآثار الإيجابية اللي نتركها قبل ما نرجع ويوم إحنا موجودين بعد دكتورة رسالتش للمرأة اليوم في هذا اليوم الكبير حقيقة أقول لها الفرص كلها متاحة والطريق دائما مفتوح القيادة الرشيدة ما قسرت معانا من زمان ومستمرين في دعمنا فخلنا نستغل كل الفرص وخلنا نخدم بلادنا ونفس ما تفضلت أنت معا نتشارك لغد أفضل بإذن الله يدن بيد شكرا لك دكتورة شكرا العفو